أعزائي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم مع برنامج ساعة التربية الذي آمل أن يكون وقفة أو تأمل أو مجرد مراجعة للذات أو للنفس في ما نريد لأولادنا حقيقي كتير منا بيهتم بحاجات كتيرة في أولاده فلو عنده مشكلة حساسية مثلا جلدية فبتلاقيه يمنع تعرض الولد للحاجات اللي بتعمل الحساسية آملا في إن جلد الولد يبقى سليم ولو افترضت إن الولد عنده حساسية على سدره فعنلاقي إن إحنا بنحافظ عليه من الأتربة ومن التغيرات المناخية ولو الكبد إنزيماته مرتفعة حبتين والدهون عليه زيادة فبنروح للدكتور الدكتور بيقول خفضوا الدهون وخسسوا الولد وما تدوش أدوية محددة عشان ما تعليش الإنزيمات وما بيبقى ابني بيعرج أو رجله بتوجعه بنروح لدكتور العب أو العلاج الطبيعي نسأله هو ابني بيعروا ليه أو ركبوا بتوجعوا ليه أو ابني بيمشي كده إزاي في يوم ما نعرف إن ابننا محتاج عملية بنعملها عشان مشيت الولد تبقى سليمة يوم ما نعرف إن إحنا محتاجين علاج طبيعي للرجل بنروح لدكتور بتاع العلاج الطبيعي عشان يعمل استطالة للعضلة الضعيفة أو تقوية للعضلة الضعيفة لدرجة إن في بعض أوقات أنواع من المشاكل اللي بتبقى موجودة في شكل الرجل بيتجبس لها الرجل بالشهور عشان أحافظ على المنظر والشكل والمنظور العامة بتاعة ابني وهو بيتحرك عشان يبقى شبه بقية الأولاد اللي بيتنططوا وبيروحوا وبيجوا ويوم ما ابني نظره يكون ضعيف بروح للدكتور عشان يديني نظارة عشان أقدر يكون قدرات ابني في الإبصار زي الآخرين ويوم ما يبقى السمع ضعيف بسعى للدكتور عشان يشوف في ارتشاعه وراء الأذن التهاب في الأذن الوسطى شمع موجود في الأذن الخارجية أيما كان السبب بحاول إن أنا أصلحه ويوم ما نقول إن طابع المية ملوث أو فيه كميات كتيرة من الرواسب بنحاول نجيب يعني حاجة تنقي المية عشان ابني يشرب مية الكلا بتاعته ما تتأثر وعلى ذلك فقس إيه البداية دي البداية دي بقولها لإن إحنا عامة أما بروح للدكتور اللي بيعالج الأمراض اللي لها علاقة بالأجهزة العضوية بيفحص ابني ويديني إرشادات وبمشي على الإرشادات زي ما الدكتور بيقول لإن دي مسئولية قدام ربنا سبحانه وتعالى قبل ما تبقى مسئولية قدام الطفل قبل ما تبقى مسئولية قدام المجتمع قبل ما يبقى مش ابني اللي يطلع عنده المشكلة الفلانية يمشي بالطريقة الفلانية ولا يبقى شكله بالطريقة الفلانية أو عينيه تبقى بالطريقة الفلانية وهكذا وفي بعض أوقات بنبقى بندفع وبنستهلك ماديات عملية إيه علاج إيه وما وما إلى ذلك لكن ما بنقفش مع نفسنا وقفة في حاجة تانية ذات أهمية هي اللي ما نوت بيها هي أساس هي العمود الفقري لأن ابني ده يبقى ناجح في حياته أو مش ناجح يبقى شخص متميز ولا شخص عادي شخص عنده قيم ولا ما عنده شخص بطاطة ولا بمحتوى شخص عنده دماغ ولا دماغه مش موجودة الله احنا بنتكلم على ايه احنا بنتكلم على جزء من أجزاء الجسم اللي زي الكبد والكلة والقلب والجهاز الهضمي وجهاز الحركي وجهاز العصبي احنا بنتكلم على جزء طبي غاية في الأهمية بيمثل المعجزة الإلهية في خلق الإنسان ألا وهي المخ والمخ يوم هنتكلم عليه هنتكلم على بلايين الخلايا ومئات المراكز وصفات وسمات وطرق تفكير وأحاسيس عارفين كل أنواع الصفات الإنسانية موجودة في مراكز داخل المخ الصبر موجود في جزع المخ الخوف موجود عند الأمجدالة الاستفادة من الخبرات السابقة في الفص الأمامي القدرة على التركيز الأكاديمي في الفص الأمامي القدرة المهنية في الفص الخلفي نظام الثواب والعقاب أو مركز الثواب والعقاب موجود في جزع المخ وحدث ولا حرج المراكز دي كلها موجودة وبتبقى مولود بيها الإنسان ويتوقف على الأب والأم إنهم ينموا المراكز دي لإما صح لإما غلط لإما يشويهوها لإما يعيدوا تنظمها بمعنى تاني عشان أقربها في ساعة التربية إحنا كبشر كآباء وأمهات بنتعامل مع المخ البشري بخلاياه بأوردته بتغذيته بنتعامل مع المخ البشري اللي هو ده اللي جوه الجمجمة وإحنا بنربي وإحنا بنوجه وإحنا بنعلم وإحنا بنقول حاسب وإحنا بنقول أوعى وإحنا بنقول ما ينفاعش وإحنا بنقول حاجات كتير طيب معنى الكلام اللي أنا بقوله ده ببساطة بإن التربية والتوجية وردود أفعالنا بتشكل مخ ابني الصغير أو بنوت الصغيرة وطالما بتشكل شكل مخ ابني أو مخ بنتي يبقى معنا كده لو تشكلت غلط تفكيرها ممكن يكون غلط إحساسها ممكن يكون غلط ردود أفعالها ممكن تكون غلط طريقة تعاملها مع الأمور ممكن تكون غلط اختيارتها ممكن تكون غلط اجتهدها الدراسي ممكن يكون غلط وعلى هذا فقس إيه ده يعني عاوز تفهمنا إن اختيار الصداقة أو الصديق أو كلمة حاضر ونعم لصحبي ده معناه إن أنا شكلت مركز في المخ يؤدي الوظيفة دي نعم كون إن ابني ما يبقاش عنده الشخصية اللي ما يقدرش يقول نعم ولأ ده معناه إن أنا منامتش مركز شخصيته للدرجة دي يوم ما ابني بيخاف من كل شيء جديد أي ما كان الشيء الجديد يبقى أنا عملت إشكال في الجهاز العصبي أدى إلى ألأ متوتر عند الطفل أدى إلى مشكلة في اتخاذ القرار أدى إلى إحجام على إن هو يقوم بالدور المنط بي يوم سهل لابني كل حاجة وجبله كل حاجة في أي وقت من غير مجهود معنى كده فكرة الصبر ملهاش خيمة عندي مركز المثابرة مش حينم مركز المجهود مش هيكبر وبالتالي حتلاقي شخصيات من الناس لا تستطيع أن تصبر شخصيات عاوزة الحاجة تجيبها دلوقتي حتى لو عنده ستين سبعين سنة عندنا أشخاص بيتساوى عندهم الحاجة الكبيرة والصغيرة وكل بيتساوى في مسألة الأهمية بالنسباله لأنه ما يعرفش يميز الأولويات وده مركز من المراكز المخية اللي موجودة يوم معلمش ابني إزاي فارمل سلوكه وإمتا يقول وإمتا ما يقولش وإلي يتقال وإلي ما يتقالش يبقى مركز فرامل السلوك في الفص الأمامي بتاع المخ لم يمه وبالتالي ابني حيبقى مدب ابني حيبقى بيقول اللي على لسانه اللي في قلبه على لسانه يقول المفروض وغير المفروض اللي صح وغير اللي صح من هنا بتيجي أهمية القعدة بتاعتنا من هنا بتيجي أهمية اللي بنتكلم فيه وبنقول فيه نحن بنصنا نطور ندور نحاول أن نطور في المخ البشري بتاع أولادنا عشان أولادنا يبقوا حاجة في المستقبل طيب بسمع عن آباء يقولك أهم حاجة في الدنيا حيطة المذاكرات نواتي ذاكي يقعد كده حاطت عينيه على المكتب مركز حبتين موفرينه كل الأدوات جايبين مدرس واثنين وثلاثة وما فيش تلفزيون وما فيش أي حاجة خالص شغالة عشان يركز في الدراسة عشان يجيب الدرجة النهائية لأن بالنسبة لنا الدرجة النهائية هي النتيجة الطبيعية للمجهود اللي بيقوم به طالما إحنا عملنا اللي علينا وأدفي في الحياة إن الولد ده يخش كلها كويسة ويجيب مجموح حيث ويا فرحة الأسرة يوم ما بيجيب مية في المية ويا فرحة الأسرة يوم ما يطلع الأول ويا فرحة الأسرة ما يطلع من التلاتة الأوائل ويا فرحة الأسرة يوم ما ينقص درجة بناء على كده برتب لابني الحياة بالمنظومة دي وبالشكل ده مثال تاني لا إلا لنا في الرياضة سوىك بقى من التعليم وغير التعليم الرياضة بيجيب ملايين الواحد ما بيعرفش يشوته الكرة وبيدونه ملايين عرفش يوقف الكرة ويباصي وبيدونه ملايين مطاير تربع الكور في الهوى وبيدونه ملايين أهم حاجة إن ابني يتضرب وابتدي أجيب له مدرب خاص ومدرسة التدريب ودخله في أجبال النادي الفلاني والنادي العلاني وما لقيش أي فرصة إلا إن أنا أزود إمكانياته البدنية واللياقة البدنية بتاعته والمهارات الرياضية عشان أقدر أوصل بإبني إن يبقى لاعب كبير يجيب عائد ضخم ما حصل أنا أنا يوم ما بعلمه الدراسة بعلمه عشان ممكن يبقى مهندس ممكن يبقى محاسب ممكن يبقى بيمتلق خبرة عملية ممكن يكون أي مكان أي مكان في نفس الوقت أما بعلمه رياضيا أنا بعلمه عشان يتعلم إزاي يبقى لاعب وإزاي يبقى ينجز وإزاي يبقى مختلف لكن السؤال هو فيه كم مهندس ناجح وهل مجرد إن أنا أكون مهندس ده معنا إن أنا ناجح مجرد إن أنا أبقى طبيب أو أستاذ في الجامعة ده معناه إن أنا أبقى ناجح تركزوا معايا وعدته مني لإن السؤال اللي جاي وإجابته في غاية الأهمية إحنا بنسمع على إن فيه خمسة وسبعين ألف طبيب موجودين في قطر المصري كم واحد صاحب خبرة وإسم ومطلوب عشان ينظر الحالات الصعبة ده مش بس كده ده كام واحد بينظر الحالات اللي غاية في الصعوبة مش الحالات البسيطة لأي طبيب من الأطباء في بداية حياتهم كام مهندس مشهور عامل مكتب استشاري ضخم قام بإنجازات كبيرة كون فريق عمل ناجح له اسم وله وعي وله وجود كام رجل أعمال بيشتعل ناجح وعنده أدوات النجاح وفريق النجاح وكيفية الاستفادة من المواقف وكيفية كذا وكذا وكذا إيه اللي بيفرق المهندس الناجح من غير الناجح ما هو نفس الدراسة ده جاب فوق التسعين في السنوية العامة وده جاب فوق التسعين في السنوية العام طب إيه اللي يفرق ما بين الطبيب الناجح والطبيب غير الناجح طب ما ده جاب فوق التسعين وده جاب فوق التسعين وده طلع عينه في المذاكرة وده طلع عينه في المذاكرة إيه الفرق ما بين رجل أعمال ناجح محاسب ناجح في التجارة ناجح واحد تاني على قده يعني يا دوبك موظف من الموظفين في شركة هذا الشخص اللي موجود أجيبها لكم الناحية تانية الفارق ما بين لاعب احترف دوليا ولاعب آخر احترف دوليا واحد كمل سكته ووصل لمصاف اللاعبين على مستوى أحسن ثلاثة أو أربع لاعبين كرة في العالم وما بين لاعبين كتير احترفوا وما كملوش بلاش دي الفارق ما بين اللاعب اللي احترف خارجيا واللاعب المحلي ايه الفارق هل الفارق في الامكانيات العلمية مثلا البدنية مثلا الفارق في التدريب ولا الفارق في الحظ كلمة السازجة اللي بيتحجج بيها كتير من الناس أو بتيجي مع العمي طباش زي ما ناس كتير بتقول وده كلام فارق يدي الحلق لبولودان كلام فارق ما بيتحطش اما تشوف الفارق ما بين واحد زي محمد صلاح اللاعب اللي بيفخر الناس بيه عارفين احنا بنفخر بمحمد صلاح ليه؟ مش عشان لعب مهاري تخيل مش عشان لاعب لم تنجن الملاعب العربية مثله في السبب الذي أدى إلى إن الشخص ده يشار له بالبنان ويتقال عليه محمد صلاح ويتقال عليه ناجح الطموح تخيل ده اللي يفرق محمد صلاح عن غيره المثابرة ده اللي يفرق محمد صلاح عن غيره الاجتهاد ده اللي بيفرق محمد صلاح عن غيره الرغبة في التميز ده اللي بيفرق محمد صلاح عن غيره الأهداف والخطوات ده اللي بيفرق محمد صلاح عن غيره تحكم في النفس ده اللي بيفرق محمد صلاح عن غيره تعال عند الأطباء والمهندسين والعلماء وغيرها من الأمور هتلاقيها هي نفس السمات والصفات اللي تخلي الطبيب ده طموح اللي تخلي الطبيب ده متميز اللي تخلي الطبيب ده بيطلع كل شوية على الجديد في الطب اللي بيخلي ده بيعمل كتير من الأبحاث العلمية عشان يبقى على مستوى أعلى وأفضل يبقى اللي بيفرق مع البشر في مستقبلياتهم يا أخوانا مش الكبد والكلا مش القلب وحالة الجهاز الهضمي في ناس في وقت من الأوقات شلوا شل الرباعي الإيدين والرجلين ولم يكن يتحرك منهم غير دماغه وبالرغم من كده كان فيه أداء وقيادة وفضل وعمل نغتصال السلام عليكم وعليكم السلامة والبركات وأهلا وسهلا أهلا بحضرتك يا دكتور ربنا جزيخ خير ربنا أنا عايزة أسأل حضرتك بس أنا خفيدة عنده سنتين وثمان شهور فقدرته هو بيتكلم كلمة واحدة بس يعني فمش عارفة أعلمه بقى إزاي إن هو يعني يقول جمل لأ كلمة واحدة إيه هي الكلمة الوحدة يعني ممكن بابا ماما أقول له أحمر أصفر جده يعني يعرف مجموعة من الكلمات آه الكتيرة بس ما بيكونش جمل لا يعني لو قلت له دلوقت شي حالية من دلوقت 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 بس دلوقت يقول ممكن يقول جملة اللي ببس بابا جي طيب حفيدك بيت ربى فين في بيتك كبير ولا لوحده معي ومعممته بس نحن بيت واحد طيب البيت في ناس كتير لا يعني الخلطة قليلة آه خالصه لما بيشوف بالذات لما بيشوف أصحاب عمه شباب بيسرخ بيخاف من الشباب بيسواخب ما عرف طيب هل هو التلفزيون الشاشة مهمة بالنسبة له بيتفرج عليها كتير أي الموبايل على طول والموبايل على طول طيب يا سيدي حرد على حضرتك حاضر حاضر فضلي طيب السؤال ده أو السؤال ده السؤال ده يعني من أهم الأسئلة اللي لها علاقة بموضوع الحلقة الكلام النقاش الحوار مع الطفل رايح جاي ينمي المخ البشري وعادة احنا لوجود التلفزيون ولوجود التلفون والأجهزة الإلكترونية بقينا نسيب الأولاد فترات طويلة قدام الحاجات دي فوجدنا إن أربعة وعشرين في المية يعني من كل مئة طفل أربعة وعشرين بيحصل للمخ البشري كلمة بالبلدي كسل بطء بطء في إيه في الالتقاط فيبقى الطفل قاعد قدام التلفزيون أو على الشاشة ما بيتكلمش بس بيسمع ما بيتفاعلش واللي بينمي الكلام التفاعل يبتد اجتماعيا ما يبقاش منفتح بيبقى مش محتاج الاجتماعيات عشان القاعدة قدام التلفزيون أو قدام التلفون أو قدام التاب أو قدام الشاشة مستهويا مش بس كده ضيفي على كده قلة التركيز أما النادي عليه ما بيردش علينا طيب قدامنا سيناريوهين إما إن الوضع يفضل زي كده ونفضل نتفرج على التلفزيون عشان ماما تقدر تخلص اللي وراها تيتا تقدر تخلص اللي وراها اللي حواليها وغيرها وبالتالي لغويا الولد مش حيامه واجتماعيا مش حيامه وانتباها مش حيامه يبقى حيبقى عندي في المستقبل مشاكل في الكلام وفي التعامل مع الأطفال وكمان في القدرة قدرة الذاكرة الدراسية عنده أما لو عاوزين نحل المشكلة دي نعمل إيه نتقبل الأول تصالح مؤانس ونرد على إزاي نقدر نصالح مؤانس السلام عليكم وعليكم السلام زيكي دكتور ياس أهلاً أهلاً لو سمحت أنا عندي أنا السبع سنين أيوة عنده حس أنه عنده تتشطر في الانتباه أيوة بيتكلم فيه ومشغول بحاجة تانية أيوة لو قدام التلفزيون مشغول بالتلفزيون أيوة مثلاً أنا بكلم فيه طلبت منه حاجة يحس أنه بيقبر دماغه مش عارفها بينسى مش عارفها مش بيركز عدم تركيز أنا مش عارف أهلاً إيه بالزبط ممكن مثلاً طلبت منه حاجة يروح يجيب لي حاجة ينسى يجيب هايلي ممكن يجيب لي حاجة وحاجة لأ أيوة يعني أنا يعني أنا هو صعبان علي أنا بحاول أنا بكل جهدي أن أنا مثلاً أهلاً نعود أن نبيه ويكلم ويقول لدك ببالك من دي ويعمل دي وحس أنه عنده العنف بيتحرك كتير لا بيعرفش يقعد خالص يعني حاس أنه هو يعني حتى هو قاعد في الأرض بيتحرك يعني عنده طاقة صديعة أنا عمري ما شوفت الطفل كده المدرسة اشتكت لا المدرسة ما اشتكش بس أنا ما اسأله سيقول لي هو شائي بس شاطر شائي بس شاطر يقول لي هو شائي بس شاطر لكن حريك بلحظة أن التركيز مش تمام التركيز مفيش خالص يا دكتور أنا يعني حاس هو بيكبر العقر زي ما هو حيث أنه هو صغير حيث أنه هو صغير بيركز عنه أنضى البنون أنضى حاضر حاضر يا مؤنس حاضر حرد على حضرتك حاضر حرد على حضرتك قبل ما رد على مؤنس لأن سؤالها ضخم وكبير ومهم بالرغم من الليه علاقة بالسؤال الأولاني بتاع الطفل اللي عنده سنتين وتمانطش طيب أعمل ايه للطفل اللي عنده سنتين وتمانطش وبيقول كلمات نتفرقة والجمل قليلة يبقى نمر رقم واحد نمنع اللي عامل ده الشاشات التلفزيون التلفون اعملوا ارد بقى شوفوله حاجة يفك ويركب شوفوله حاجة ينتبه ليها شوفوله ينزل يلعب في الجنينة شوفوله حضانة يقعد فيها شوفوله اي حاجة تشغل وقت وجهده ويصبح هناك تفاعل موجود ويبتدي يشوف بشر وينزل ويتحرك لان الذكاء الاجتماعي بيتكون من سن سنتين لاربع من سنتين لاربع الزكاء الزكاء الاجتماعي اللي هو الكلام والتبادل بيني وبين الناس فإن لم يتكون في التوقيت ده هيعمل لي مشكلة فين في المستقبل طيب أنا لو الكلام بتاع الولد بدأ يتحسن وبدأ يكون جمل حبد الله على السلامة انت مش محتاجة تدخل من حد ولا محتاجة انك انت تعملي تخاطب ولا انك تدي فيتامينز ولا انك تعملي اي حاجة لكن لو قعد ستة شهر في الحضانة يعني كمل ثلاث سنين واربعة اشهر والجمل لسه مش متكملة وما بيعرفش يدير حوار يبقى حتروحي تزوري دكتور امراض نفسية مش لانه بيشد في شعره لأ عشان يدي له مجموعة من الفيتامينات الخاصة بمراكز المخ للتنشيط عشان تقدر توقط عدد كلمات كافي للطفل في المرحلة دي لانه لو ما لقيتش هيحصل مشاكل دراسية في المستقبل بالنسبة للطفل وبالتالي حضانة حضانة اتنين كرو كتير تلاتة ممنوع الشاشات نمر رقم اربعة يبقى لازم اما ييجي حد يوجه له الامر لازم ما يكونش مجهول بحاجة في نفس التوقيت نتنقل للسؤال التاني اللي هو سؤال امه انس على فكرة لو 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 تيتا ما عملتش اللي بقول عليه يبقى بتسلم الطفل لمشاكل كتيرة لغويا مشكلة في الزكاء الاجتماعي مشكلة في التعامل مع الاطفال مشكلة في الدراسة ويصبح بناءه العصبي ضعيف ويفضل طول عمره نشتكي امه انس بتسأل سؤال في غاية الاهمية ظهر على السطح في السنين اللي فاتت وبدأ يظهر اكتر في العشرين سنة الماضية وخصوصا مع وجود الشاشات بالكميات الضخمة اللي موجودة وجود الحلويات والمقرمشات بالشكل المبالغ فيه وجود الاكل سريع او سابق التجهيز بالشكل اللي بقى موجود فيه وجود تلوث في البيئة ونسبة رصاص عالية من عدم نقاء نوعية البنزين اللي موجودة في العربيات وكمان موجود الجيمز والالعاب اللي بقت تاخد كتير من اهتمام الاولاد فبدأ يظهر على السطح تعبير اسمه تشتت الانتباه والاندفاعية تشتت الانتباه الانتباه ماليش علاقة بالذكاء تاني يوم اقول ان ابني مشتت ده مش معناه انه مزكي ممكن يكون في حاجة شغلة تفكيري انا عن الحلقة فتقول الدكتور ياسر في الحلقة كان شارد مش مركز وده لا ينفي ذكاء الدكتور فتشتت الانتباه معناه ان انا ابقى كطفل مشغول بشيء اخر غير الشيء الاهم اللي مطلوب اركز فيه مشغول بالقلم مشغول مع صحابي مشغول في الورق اللي معايا اطلع الصاندويتش اكله اقوم فجأة في الفصل اتمش في وسط الفصل ادحك الفصل على حاجة قالها المدرس او ولد بيقولها ممكن اكون مشتت كمان يوم اتسئل سؤال برفع ايدي اول واحد من قبل ما اسمع السؤال ايه وساعات بتصرع في الاجابة من قبل ما خلص السؤال من غير معرف السؤال الحقيقي عشان ابقى طفل متميز لكن للأسف بيبقى الطفل مشتت المشتت بيبقى بيتكلم مع زميله وصحابه واللي حواليه في البداية بيقدر يركز في اللي بتقول المدرسة وبيقول زميله فكتير من الأولاد في بداية التشتت المدرسات تقولك الودع كروت ولعبي بس زكي كل ما اسأله على اللي بقوله بيقوله بالضبط وده معناه ان هناك تشتت وبداية تشتت عند الطفل ده في انتباهه حيؤثر على مستقبله الدراس المستقبلي وعلى حجم المامه بالنحية التعليمية التشتت زي ما ماما بتقول دلوقتي انا بقعد اذاكرله وابقى طلعان عيني الاقيه باصص فين لهو هو بيجري يجري على التليفون اول ما يرن الباب يخبط يجري اول واحد قعد اتكلم معاه واتناقش معاه في اهمية التعليم والدراسة واعد اشرح له ويطلع عيني شوية يقول لي يا ماما انت واخد بالك بابا هيجيبلي اللعبة الفلانية ولا مش هيجيبلي ايه رأيك حبقى بشد شعري واطلع من هدومي من اللي بيعمله الولد لقلة اهتمامه اللي موجود ب اللي انا بقوله في بعض اوقات احد علامات تشتت الانتباه انه يحل الولد قدامي تمام ويقفل الامتحان واما يروح تاني يوم للمدرسة ينقص كتير من الدرجات مش عشان هو مش عارف الاسئلة لانه الولد بيبقى مش مركز في الاسئلة بعض اوقات امهات تقول اولادنا شطرين جدا واذكياء ولكن اخطأهم قلة تركيز نسي نص السؤال جاوب الاسئلة كلها الا السؤال الاخير وتلاقي الطفل اللي زي ده داخل لجنة الامتحان بيبص يمين بيبص شمال بيشوف مين دخل مين خرج مين عمل مين سوى مين قال وعبل ما يخلص الوقت بيكون مر ما بيلحقش يخلص اللي وراه ده طفل اسمه طفل مشتت في الانتباه ودي تبقى مشكلة في الفص الامامي والولد بيبقى ذكي اتطمنه وقدراته حلوة لكن اما كن مش مركز وانا بسمع مش احصل كل حاجة اما كن مشتت عمري ما حصل كل حاجة بتتقال فتصور انا عندي تشتت في الانتباه في اولى ابتدائي حطلع من اولى ابتدائي بستين في المية من المنهج وفي تانية ابتدائي بخمسين في المية من المنهج وفي تلتة ابتدائي باربعين في المية من المنهج في ربع ابتدائي يوم ما يضيفو لي المادتين بتاعت الدراسات وبتاعت العلوم يبتدي يظهر القصور بتاع التشتت بتاع الانتباه وبالتالي أمه ألس رحزت إن ابني لا مشتت مش مركز وبالتالي دي نقطة النقطة التانية الأطفال المشتتين غالبا مش ركزين ما بيركزوش في مكانهم بيتحركوا في أمهات تقولك بذاكر اللي يدرسه تحت ورجله فوق في أمهات تقولك الولد بيحفظ وهو بيجري حوالين الترابيزة في أمهات تقولك الولد لازم أبقى حط رجلي على رجله عشان ما يتحركش بين الكرسي عشان يقدر يستوعب ويركز في أمهات تقول بيطلع عيني عبل ما يقعد بس على الكرسي بتاعه وبعض الأمهات تقول أول ما بكمل خمس عشر دقايق بحس بيزهق وقلت رغبة في أنه يكمل مذكرته ودرسته اللي بيعملها معاي وفي أباء يقولوا إحنا صوت زوجتنا بتجيب من أخر الشارع ببقى جاي من أول الشارع عارف إنها بتذاكر العمر ولا حسين ولا عبد العليم ولا محسن ولا معرفش مين ولا فين ليه؟ لأن هي صوتها عالي عشان تاخد انتباهه وتركيزه من هنا بتيجي مشكلة الـ ADHD أو فرط الحركة مع قلة الانتباه أو الاندفاعية مع قلة الانتباه كمشكلة تمثل 17% من مجموع الأولاد والأطفال ودي نسبة في غاية الضخامة تشتت الانتباه وغيروا ليه؟ لإني أنا مع تشتت الانتباه مستوية دراسة حيقل بالتدريج مع تشتت الانتباه حبقى ميال للعبة أكتر مع تشتت الانتباه حبقى مندفع وبجرب الغلط مع تشتت الانتباه أصدقائي وأصدقاء سوء مع تشتت الانتباه المدرسة حتستدعي ماما وبابا كتير عشان المشاكل اللي حصلة جوة الفصل بتاعي وبالتالي بداية الكلام اللي أنا قلته مع تشتت الانتباه مهم ليه؟ لأن الطفل المشتت عمره ما كان مجتهد وعمره ما كان مثابر وعمره ما كان طموح وعمره ما كان عنده هدف وعمره ما بيتعب وعمره ما بيختار الحاجة الأصعب وعادة بيختار الحاجة الأسهل فإذا كنت كأب مسؤول وكإنسان قدام ربنا سبحانه وتعالى مسؤول عن الطفل ده لازم تعرضه ويشوفه يشوفه الطب النفسي يقولك ده عنده تشتت ولا ما عندوش لأن لو عنده تشتت يبقى يبقى المستقبل على المحك إذا كنت ناوي يخش حاجة كبيرة مش هيخش إذا كنت ناوي يكمل في الرياضة مش هيكمل إذا كنت ناوي أن أصدقاء الخير هم اللي حيبقوا أصدقاءه مش هيبقوا إذا كنت ناوي أن يكمل حفظ القرآن الكريم حيبقى بصعوبة وقد لا يكمله وهكذا إذا كنت ناوي أنه هو يبقى الإبن الكبير اللي يبقى الميزة فيه عشان يقدر يكمل ويعيش ويربي ويوجه إخواته مش هيحصل من هنا نبتدي أول حاجة نقلل حلويات والشوكولاتات نقلل المقارمشات بأنواحها نقلل الشاشات اللي مستخدمة بكميات ضخمة غير منظمة نلعب رياضة واتنين يا ستي مش قادرين نروح جيم ساعة في اليوم عشان يقدر يبقى الولد مستقر وهادي وقادر على أنه هو يبقى طقته أقل وبعد الموضوع بتاعنا ما زال إحنا عاوزين من أولادنا إيه طلبين من أولادنا إيه عاوزين هم يبقوا إيه في المستقبل ابتدت بعرض للوظائف الحيوية الجسدية وانتهيت أن أهم شيء يمكن أن ينجح كل ده هو المخ البشري اللي موجود عندنا من طموح من رغبة من إصرار من عزيمة واتنين